موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدين الكرام صباح الكل والورد والنور والخير والياسمين صباح التفائل والعمل والنشاط والحيوية جمعة طيبة مباركة للجميع تحياتنا القلبية لكم أينما كنتم في أي مكان من العالم تلتقطون صورة والصوت القناة الوطنية الأولى للتلفز التونسية نتوجه لكل ناطق بالعربية في العالم اليوم الجمعة السابعة والخمسين بعد المائة ثالثة من تفان الأقصى الموافق للرابع والعشرين من ربيع الأنور سنة ستة واربعين واربعمائة والف للهجرة سبتمبر الفين واربع وعشرين سبتمبر من كل عام هو اليوم العالمي للسياحة والسياحة أصالة وهوية وتراث وعراقة وتاريخ وكل هذه المقاومات طبعا تونس الحبيبة من أبرز الدول التي تملك من المقاومات كما قلنا ما يكفي لأن تكون في طليعة الدول السياحية في العالم أو على الأقل على المستوى القاري والإقليمي بالنسبة للفقرات والأركان والاستضافات اليوم طبعا للتربية نصيب كالعادة أيضا العمل الجمعيتي من خلال حضور السيدة نيلة بن ناجي رئيسة جمعية نساء معهن أيضا للفن والغناء نصيب الأدب والطفولة من خلال استضافة الكاتب صلاحة بن عياد والفقرة الأسبوعية الرياضية القارة مع الزميل خالد الياقوبي آخر وأهم المستجدات الرياضية اطلال على جمال تونس كما قلنا في اليوم العالمي للسياحة من خلال فقرة تونس البية ومن خلال ملمح فقط خيء لحيرة فيه تكتشفوها معنا بما أنه جمعة كما عودناكم البداية تكون بالزيارة الإنشاد نفتتح به المباشر هذا الصباح كان هذا المقطع من عرض الزيارة في مدح خير البارية رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلوبنا تحفو في هذا اليوم المبارك الجمعة في هذا الشهر المبارك شهر ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى مصر النبي الأكرم إلى الأقصى الذي باركنا حوله وإلى شعب الجبارين والشعب اللبناني الشقيق نجدد الترحم على شهداء غزة وشهداء فلسطين وشهداء لبنان والشعوب طبعا بحضارتها وبتاريخها وبأثارها وهذا ما يخلق بعض الحساسية بين غفرين لدى شعوب أو دول أخرى وطبعا من أغنى الشعوب بكل ما هو حضارة وتراث وتاريخ تونس البيع الجميلة ومن أهم المواقع الأثرية الدقة في هذه الفقرة اليومية القارة تونس البيع على صغر حجمها تمثل مدينة الدقة الرومانية في شمال تونس إحدى أكثر المناطق احتفاظا بمعالمها الأثرية في شمال إفريقيا فحجم المدينة وأثارها المحفوظة جيدا وتاريخها الثاري المتنوع بين البربر والنوميدية والبونية والرومانية القديمة والتاريخ البيزنطي كل ذلك جعل منها منطقة استثنائية كان الدقة مستوطنة بشرية مهمة ومما يدل على طابعها الحذري هو وجود مقبرة فيها مذبح سخري للقارابين وهي الاكتشاف الأثري الأشد قدما في دقة وبلغت دقة أوجز دهارها في الفترة الرومانية أي خلال القرن الثالث بعد الميلاد ومن أهم المعالم الحصن البيزنطي المحيط بالساحة العامة الرومانية ومعبد الكابيتول وكذلك المسجد المشياد أعلى بقايا معبد روماني مجاور لساحة زهرة الرياح دقة مشهورة لدى السياح وخاصة المهتمين بالتاريخ والأثار فأثارها ترجع إلى أقدم العصور وموقعها المرتفع المشرف على السهول الخضراء جميل عند شروق الشمس ومسرحها الروماني المحافظ أيضا على دوره الثقافي ولا شك بأن تعاقب الحذارات على دقة وخاصة ثراء الموقع بالمعالم الرومانية الدينية والمدينة يعود إلى مناعتها الطبيعية وخصب أراضيها المجاورة وتمتد أمامها السهول التي يخترقها وادي خلاد فضلا عن وفرة مياه العيون المشجعة على غراسة الأجهر المثمرة وخاصة الزيتين إلى جانب الزراعات الكبرى من الحبوب خاصة تاكس الأثار البارزة للعيين بالموقع عمق تجزول الحذارة الرومانية بالمدينة ويتجل ذلك في تعدد معالمها مثل الكابيتول والمسرح والساحة العامة والحمامات والمعابد تحتفظ مدينة دقا بكافة مقوناتها القديمة من معالم عمومية ونسيج عمراني وهو مما جعلها متفردة عن غيرها من المواقع التونسية بالإضافة إلى موقعها الاستراتيجي دقا الأثرية تقع فوق هذبة تحيط بها أجهر الزيتين وحقول القمح مواقعها الأثرية التي تشرف على هذاب مرتفعة وانحدارات ملتوية تروي تصاميم مدينة رومانية تم ترميمها والمحافظة على معالمها حديثا وحقول القمح والزيتون الممتدة حول معالمها التاريخية ومن مسافات بعيدة تبدو الأثار ظاهرة للعيان أثار جالية إلى اليوم بفضل ما تجمع لديها من أسباب الثراء ورغبتها في أن يكون لها من الشرق ما تفاخر به عائلات الأعيان من الرومان دون أن ننسى أهمية الثروات التي تجمعت لدي عدد من سكينها بفضل استقرار الأمن وانتعاشة الاقتصاد المعبد يعتبر من أجمل المعالم الرومانية في تونس وفي شمال إفريقيا عامة وتتميز مدينة دقا بعديد الأثار الدينية الأخرى يعتبر مسرح دقا أحد المسارح الرومانية الرائعة في شمال إفريقيا وأكثرها محافظة على شكله وأجزائه وهو يتألف من رقح دقا وتسعة عشر مدرجا مقسومة على ثلاث توابق بأروقة للعبور ويتسع لتلاثة الاف وخمسمية متفرج مقسومة على ثلاثة الاف وخمسمية متفرج مقسومة على ثلاثة الاف وخمسمية متفرج البداية بالعمل الجمعياتي وبالنسيج الذي يكون مجتمعا مدنيا مشكور على مجهوداته على تطوعه ونصبه إلى أنه يحقق الأفضل للبلاد والعبادة معنا سيدافر الطيف اللي هو رئيس مؤسس للجمعية التونسية اللي مزرعي النخاع العظمي صباح الفل والياسمين صباح النور صباح لكل مشاهدي القناة الوطنية شكرا لك على الحضور هات نعرفه بالجمعية ونعرفه بمعنى بشكل مبسط مزرعي اللي وقعت عملية الزرع النخاع العظمي اللي انتفعوا بهذه العملية اللي يبدو أنها دقيقة ومعاقدة شوية صحيحة هي الجمعية أسنها سنة ألفين وواحد نعم مع مجموعة من المزرعين النخاع العظمي والأطباء المشروفين عليهم ولا أيضا معها أولياء أيضا نعم وهو جمعية تعنى أساسا بالمزرعين النخاع العظمي اللي هما مرضى معناها من سرطانات الدم نعم بصفة عامة الكل لا نعرفه إحنا سرطانات الدم الأساس المرض دمته يجي من المعمل المعمل اللي هو يصنع في السلول المصنع البشري المصنع البشري اللي موجود في جسم الإنسان في وصفة العظم من الانسان اللي هو يصنع الكريت الحمراء والبيضاء والصفاح المعمل هذي هو معناها يصنع فيهم ديمة على طول لأنهم هالخلايا هذي الخلايا الدموية عندها ديريد في معناها عمر سويعات يعني هذا المعمل يخدم على طول ويسمى خلل في هالة المعمل هذا معناها سواء كان يصنع بزايد ولا أقل من هك الخلايا واحدة من الخلايا بوكم ولا يصنعها مشوها يعني يسمى يتعطى اسم كيميلوكيميا ولا البلازيم الموديولير ولا غيرها يعني العملية الزرع هي طريقة علاج هو يقعها معناها علاج كيميائي حديثها عملية الزرع ما كانتش صدافة حديثها عهد نسبيا معناها على المستوى العالمي هو المركز الوطني للزرع على المستوى الوطني اللي موجود في باب سعدون وحنا عندنا مركز واحد اللي يعمل عملية الزرع المنقول اللي هو في باب سعدون حل أبوابه سنة 98 قبل 98 قبل 98 ما كانش عندنا كانت العمليات ما تسيرش ولا تسير في الخارج تسير البرة في الخارج كنا قبل كابلات نبعثوا الأوروبا ما نهل الأوروبا أساسا يعني نعم حبيت ناخد شوية أرقام شوية تفاصيل شوية معطيات على هذه العمليات عدد اللي تقريبا انتفعوا طبعا بمساندة من الجمعية اللي في الانتظار وأهم الإشكاليات المتعلقة بعملية زرع النخاعل العظمي في تونس قبل ما نتطرقه للحدث اللي هو الحفل الخيري هو كما نخدت لك المركز الوطني زرع النخاعل العظمي هو حل افتح أبابه سنة 98 نعم اللي هو يعمل في قرابة بين 100 و150 عملية زرع سنوية سنوية لأنه الطاقة الاستيعاب متاعه هو 12 كابين لأنه هي العملية تسير في وسط معنى في وسط ستيريل معنى مسكرة معاقمة معاقمة لأنه حتى الزيارة تسير من من الخارج من البلار نعم طبعا لأنه لأنه يخافوا على على المريض من معنى من كل العوامة الخارجية نعم نعم بالمزرعين النخار العظم سنة 2003 عملنا مقر نسكنوا فيه المرضى يعني بعد عملية الزرع تعرفوا أنتم اللي المركز موجود كان في تونس لكن المرض هذا يمس الناس الكل سواء كان المقر هذا من إنجازات الجامعية أولا بتعاونوا ولاش تراك مع الدولة أولا مع أطراف أخرى من أنزلات الجامعية نعم لأنه كان عبد عنده أقرب يمشي بحد الأقرب متاعه كان عنده عبد اللبس به باش يمشي يكري نعم لأنه لأنه عملية عملية الزرع هي ما هيش عملية متاع أيامات وإلا نعم وإلا بداية عرض لمجموعة من الصور اللي تجسم معناها الشرايين والأوعية الدموية يعني الدورة الدموية الخلاية الخلاية الدموية نعم الخلاية الدموية والكريات والصفائح وغيرها صحيح المهم أنه معناها المركز هذا من إنجازات الجامعية منذ أي تاريخ من 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 2003 من 2003 كما يقولك معناها لأنه العملية هذه ما هيش عملية متاع أيامات وإلا أشرة دم دم سنوات حتى حتى المريض يعنيها يعفى يتعافى نعم وخاصة بعد عملية الزرع يزمعها أسبوعية يزم يكون معناها كيفاش هو أنه يعملية تنظيف هكالمعمل هذك يعنيها لأنه الإلاج الكيميائي ما يعرش ما بين ما يفرقش ما بين اللي سلوه الخبيثة الخلاية الخبيثة والخلاية الحميثة بعد ما تنظف بعد ما تنظف المعمل هذك اللي هو النخاء العظمي وقتها بعد يصبوها كالنخاء العظمي اللي هو معناها المنقول المنقول هذا المنقول وإلا ذاتي متبرع به وكيفاش متبرع به والمتبرع منه ما يكون كان الخوة للأخت فقط لأنه لا الأم والأب ولا غيرهم من الأقارب لأنه خارج الأخوة الفراضيات بأنه يكون واحد متطابق معاه هو واحد على مليون واحد على مليون واحد على مليون معناه من نجم يكون كان أخو ولا الأخت الأخو الأخت لأنه ثم شكون اللي هو عنده ستة ولا سبعة أخوة وحتى واحد فهم كان مطابق فلذا وإلا ذاتي قتلي وإلا ذاتي في نوعية من الأمراض اللي هي المليون ميلتيبر مثلا اللي هي أنها سمت طريق العلاج وهو الزرع الذاتي ينجم يوصل للعلاج حسب المعطيات اللي عندكم في الجماية تقريبا قدش عدد المرضى اللي قاموا بهالعملية منذ يعني أن بدأت أو وبدأ القيم بها في تونس سنة 98 قتلي وتأسيس الجماعية إثر ذلك في 2001 وقدش خاصة هذا الرقم اللي همنا قدش في الانتظار وشنية أهم الإشكاليات المطروحة على مستوى زرع النخاع العظمي في تونس هو ثم عدد إشكاليات تعرف العملية الزرع هي عملية تكنولوجيا الدقيقة دقيقة يعني معناها معناها معالجة معناها دقيقة جدا الاختصاص المختصين الكافات البشرية عنا موجودة في الحال عنا ما أحسن في العالم في العادة الكافة البشرية موجودة والإمكانيات هي المشكلة هي عادة هي غايبة ولا ناقصة هو الحق معناها أحنا كل عام نشارك ونظمه يوم وطني معناها يوم وطني علمي وهو يصير معناها المركز الوطني اللي زرع النخاع العظمي اللي هو يصير كل عام وأنه يقع استدعاء داي بروفيسور من العالم الكل يعني أساذة في الطب في وسط مركز أخرين في وسط العالم ونحن نشاهد كل عام معنا الضياف المستوى الكبير والعالي متاع الطب متاعنا وملكة المركز عنا أرقام ولا سيدافر شكونا كما قلت لك ربما سؤالي تبادر لذان أي مشاة قدش تقريبا اللي ينتفعوا بالعملية في تونس وقدش في الانتظار شوف أن نحن نحسب بين 150 عملية كل عام نضربهم في 26 نعم وقدش تقريبا قدش من مريز ينتظر زرع النخاء العظمي برشة برشة مئات والعشرات والله ما نجيبش نجاوبك عليها لكن تعرف اللي معلها الاتلانديكاسيون دو دو غريف هو ديما ساعة قبل يحاولوا بأنه يحاولوا بال بالوسائل المتاحة ولكن آخر حل هو الزرع هو عامل المرضى اللي معنا يستحقوا زرع النخاء العظمي هكا ولا والحفل الفني هذي تحييها مجموعة من الفنانين معنا هو أمامنا المعلقة متع الحفل مجموعة طوق اليسامين الأحد المقبل 29 سبتمبر 2024 موندو الموندو الموندو هو معنا شكر كبير للمجموعة النسائية اللي هي في إتفيس فاقس مجموعة طوق اليسامين اللي هي قبلت بأنه تقوم بهالحفلة الخيري اللي فائدة واللي دعم موارد الجمعية واللي هذا بش يصير نهار 29 معنا سبتمبر لحد هذي بعد غضوة 6 ونصف متاعة العشية في المسرح البلدي في وسط نصف في المسرح البلدي بالعاصمة نرجع للحفل بأكثر تفاصيل بعدها المصافحة مع الفنانة لبناء داود اللي معانا مباشرة على الخط سباح سباح الفل وليسمين لبناء سباح النور سباح الخير في الزليد وشكرا عن الوطنية الأولى على الاستدافة العفو العفو العرض يكون على الفن أعتبروها مسيرة فنية متنائزة مسيرة مسيرة أي يشرف على المجموعة المايستر والستم السافي عنده دقيبا سلاتين معنا قبل كنا نشطه مع الأستاذ سامر ترابلسي رب إن شاء الله يطول في عمره أحنا مغلونين برشا بالغناء وقلنا الغناء يزمون كل هدف نطيعه بطبيعة الحال أنه أحنا نتفرهد ونعمل الحاجة نحبوها لكن ما فيها بيت أنه نوفر الهيوية في خدمة الناس وهذا هو المنهج الاختناية تقيبا من هك اللي يعني يزمع بطبيعة الحال حب العطاء وإلى جينب الحب نعم العرض نهر لحد في المسرح البلدي لفائدة الجمعية التونسية لمزرعي النخاع العظمي طبعا بيش يكون عنده برنامج وعنده نقول وحنا دليل كون دكتور بالفرنسية أهم ما يميز هذا البرنامج شنو يعني ينتظر الجمهور من أغاني من ألحان من أنغام بطبيعة أنا اللي نعد بيها الجمهور اللي بشي يحضر معانا نهار 20 سبتمبر إن شاء الله على الساعة سادسة ونصب المسرح البلدي إنه مش يشوفوا نوعية جديدة من الموزيكا فم هبلة فم الشيخة جنون الفن خلينا نقوله أي هو بشكون كما اسمه مع انتال موندو وهي حالة حالة فنية فريدة هي رؤية فنية جديدة بضبط خيوطها للميستر ورسم السافي بقيادة أحسن العازفين اللي عنا في جينة الفاقف هو بشكون مجموعة من الكوكتيلات تجمع بين الكلاسيكي والحديث أحب أصالة بشيقة وأصالة جوليا بوتروس شاديا الهدي جويني نور مهنة ذكرى محمد معنتها حاولنا أنه تكون حاجة متنوعة برشا تجمع ما بين القديم وجديد برؤية فنية مختلفة بموزيكة حلوة بتنفيذ موسيقية رأة المتعة لحقيقة إن شاء الله إن شاء الله يكون شامل قادرة على أداء مختلف الأنمات ولكن ديما هكا عنده نمط مفضل ولا مدرسة مفضلة أنت موليتك شرقية تونسية كلاسيكية ولا يعني الفن خلينا نقوله الجديد بشكل عام والله هنا الحقيقة تتعرف لبناء تتعرف على سألتك سؤالة ذا حاولت باسم النوع يعني في الأذان نغني صلوف من المجموعة يعني تغني منفردة مش عندك أغاني منفردة عادتان شنو تغني أغاني المنفردة وما هي غنيت كل شي الحقيقة غنيت الأقديم عبدوهيب وعبد الحليم وأم كل ثوم نره لشن عبش نغني وردك والفنانين التونسين أيضا في المدونة الكلاسيكية ما غنيتش حويجات السيدالي ديجويني صليحة عليا نعم غنيت صليحة فريق أغزالي محمد جموسي بطبيعة أي بطبيعة محمد جموسي محمد جموسي غنينا له جماعي أما تونسي غنيت أكثر صليحة صليحة به برشا هو لما حال ديما في الاستضافات الصباحية الفنانين يعتذروا ولكن أحنا ندلو عليك معناها أنك سمعنا حويجة كم مقطع صغير صباحي مش بالضرورة يكون معناها في المدونة الفنية والموسيقية التونسية وعلى معناها شرقية من اختيارك والله أحنا تعرف في عرص انتخابي وتونس قادمة على مرحلة جيد أنظم الإنسان ما أحسنش أنه يغني على تونس نعم نعم يعطيك صحة أحسنت الاختيار فاضل فاضل لبن قسما بسحر عيونك الخضر يا أجمل الألوان في عمري ما كان لي إلاك أمية لو طالعتني ليلة القدر قسما بسحر عيونك الخضر يا أجمل الألوان في عمري ما كان لي إلاك أمية لو طالعتني ليلة قدري يعطيك صحة لبنى أحسن ما اخترت أو يصفق لك سيدافر سيدافر طيب رئيس الجماعية يصفق لك ولحقق أتفعل معاك أحسن ما اخترته يعني الوطن بما يختزن من حضارة ومن ثقافة ومن ترات وخاصة قرطاج اللي نباري بهالأمم اللي وضعت تونس منذ يعني القرن التاسع قبل المينات في مصاف أعتى الامبراطوريات في التاريخ لحقيقة معناها من جمش يكون اختيار خير من هك خاصة أنه في بداية البرنامج اليوم نحت فيه باليوم العالمي للسياحة وفي العالم أجمع كي تقول قرطاج معناها اسمها فخامة الاسم عفوا تكفي وتغني عن كل تعليق اللي ابنى من عرش إذا كانت حب عندك إضافة ولا شكر ولا رسالة تحب توجهها نخلي لك كلمة الختاب صحة أولا نحب نذكرك أنت نشكر الإذاعة الوطنية التنزل الوطنية حتى كنا جدا ضيوف عن الإذاعة الوطنية على هذه الاستبافة وإتاحة الفرصة نحب نشكر أولا كل ياسمينات طوق اليسمين اللي هما توا على عضوات عضوات فرقة طوق اليسمين نسميهم ياسمينات الوحدة منهم ياسمينات تحياتنا ياسمينات الطوق نعم كيف حب نشكر رسم السافي اللي هو تبارك الله عليه معناتها قائد ممتاز على جميع الأسعدة وطوى قاعد يعني الخدمة نساعه توق اللي يمت هذوما خدمة كبيرة أعضاء الفرقة كيف الولاد اللي هم أحيان ولين الحقيقة عائلة واحدة حب نشكرهم عضو عضو على تسهينهم وجديتهم أدعو النسكو اللي تفرج فينا اليوم إيجي وإيجي وكثير فراهي المتعة إن شاء الله مضمونة والأهم من هذا الكل إنهم مش يساهموا بالتفكرة اللي بيش ياخذوها إن شاء الله يربي ينحقوا هدف الجمعية اللي هو هدف الثاني تعفوا المرضى يعني مستحقين كل كل دعم كل دعم إن شاء الله يشفي للجميع نعود نذكر بتاريخ العرض من هذا 19 ستمبر بالمسرح البلدي تباقى من الساعة الساعة والنص كون ستة ونص خاطر أحنا راه وستة ونص نبديو بيش تحضروا من لو العرض يجيو بكثير وإن شاء الله يا ربي نعدي وعشو يا حلوم وبعضنا نعم إن شاء الله شكرا لك للفنانة والمهندسة لبنى داود يعيش ياسمينة أو ياسمينة من ياسمينات الطوق طوق الياسمين الفرقة الفنية المتميزة لبش تقوم بإحياء عرض الموندو لفائدة الجمعية التونسية لمزرعي النخاع العظمي كما قالت لبنى نهار لحد السادسة ونص مساء بالمسرح البلدي بالعاصمة ومشكورين فنانات الجمعية وعازي فيها والميسر والناس الكل على التطوع وعلى المساهمة القيمة في دعم أنشطة الجمعية موصلين معاك سي ظافر طبعا هذا العرض هو محطة من محطات النشاط المتواصل للجمعية شو تحب تقول علي العرض قبل ما ربما يتعرفنا بما ينتظر الجمعية من استحقاقات على مستوى النشاط وعلى مستوى ما تصب إليه معناها الجمعية وأعضاءها شنو يحبوا يحقوا لمرضى أو للمرضى المستحقين لزرع النخاع العظمي هو كما كما سبق وذكرت بأن المقر متاعنا حالينا سنة 2003 أرغم أرغم 2003 لتوى المقر يعني ما نها مقدم آي 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 نخم في أنه إعاد التهيئة التهيئة أو تجديد المقر هذي أول استحقاق تهيئة وتجديد مقر الجمعية التونسية لمزرعية النخاع العظم هذا هذا الهدف اللي تعرف وقت يسكن عد المرض يسكن بلاش بدون مقابل أنه شارج لكل تتفل بها نفقات تتحملها الجمعية والجمعية هي الشريك الأول مع المركز الوطني زرع النخاع العظمي لأنه احنا متوجدين دائما في الواحدة والدعم يتمهوشي كان بالدبسة كان أيضا المرض هذي مثل الناس الكل وخاصرون ثم يسحق لما مريض سكانير يسحق فيبرو يسحق هذوم الكل برشة مصاريف وبرشة ما يسبق العلاج والزرع وغيرها وعادة هالتالحاج التي تتعامل في اسبطار آخر والموعد يكون ديما بعيد لكن سمع شيء استعجالي دائما بالنسبة بأن المريض يقوم باكس كنار وقال العملية هذيك هذك الواحدة جمعية دائما تدخل أيضا من ناحية هذه تدخل جمعية من ناحية أيضا التحسيس بالتبرع بالصفاح اللي هي اللي هو مادة 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 حيوية الأحضر اللي أحضر لاتيني تحب تعاون بأي طريقة تلقى في ثلاث تختار تقول أنا نحب نعطي معناها نكون متبرع معناها بالصفاح دوري معناها بالصفاح مثلا نعم تحط وقت اللي معناها حاجة للمتبرع مكتعرف المتبرعين بالصفاح هذه عملية دقيقة شوية دقيقة برشا وصفاح والصفاح معناها العمور المتاحة ما تقودش خمس أيام خمس أيام فلذا ما نجموش نعمله معناها مخزون مخزون من الصفاح الدموي يعني يلزم المتبرع وقت اللي يستحق المريض يجيب بش يعطيه لأنه حتى وقت اللي توصل خمس أيام تولي من الكاليتين تولي ما عادش يتماعاتش بها الزودة ما عادش المتبرع يكون كل ما يستحق مريض نعايته المتبرع واضح واضح نعم إذن معتا التطبيقة هذه مهمة جدا تطبيقة تتنجم نلقوها معناها إذا كان نبحث بكل يسر وسهول نحط الاسم طبعا تطلع التطبيقة ونزلوها على هواتفنا إذا كان ثم أي إمكانية لأي مساعدة ولا دعم ولا مساندة ولا تبرع من أي نوع للجمعية التونسية لمزرعي النخاع العظمي من عرش نخلي لك كلمة الختام في ضافر أحنا جمعية هذه تخدم بمتواصلة ملي تبعث سنة 2001 وتسحق الدعم والمرضى هذوم اللي هما يجيوا من الجمهورية كاملة بكل بأنواع بل المرضى هذية يمس الناس الكل يمس له لعنده عمر لعنده مستوى تعليم وإلى ثقافي لعنده نجم نقوله لعنده أسباب زادة مباشرة هذيك المشكلة هذيك المشكلة ما تعرفش مناش متأتي هذى المرضى ده كان جاد مالك يعرفوا مناش رام القوت هو دائما طبما أسباب جينية غير مكتشفة أسباب مهاش معروفة مهاش معروفة لحد الآن لكن الحمد لله كما ربي كما حط الدواء نعم طلقت دواء وإلى طريقة العلاج هي صعبة ورزينة برشا معناها وذلك المرضى الأبطال هذومة اللي هما يعانيوا في هالة المرض هذا واللي هو كما يقول لك راي ما هيشي متاع نهارين ولا ثلاثة وما هيشي متاع أشهرة راي يدوم سنوات وهذا كل ويش احنا بكلمة الأبطال عملنا اتمبادرة أيضا بأنه عدنا ماراتون كل عام نعملوه دائما وقتش في نفس الفترة من كل عام المارات جاية نهارة ثنين جوان ثنين جوان ماراتون نعملوه عشر كيلومتر وخمسة كيلومتر وكيلومتر للوليد الصغار المسلك المرسى مثلا من المرشى كورنيش ونطلع اللي زوتور متاع اتجامرت يعني هذا اسمه سباق الأبطال سباق الأبطال لأنهم التعبال تجري هم أبطال لأنهم رياضيين ومعناها عبالت حبالسوديباس معناها فهم طلع هذم أبطال لكن يجريوا ولفائط الأبطال الأخرين اللي هما كل يوم كل يوم هما قاعدين يقاوموا ويعانيهم هل هل المرضة هذي اللي هو رزين ورزين سواء كان من ناحية الصحة نعم سواء كان من ناحية المادية والنفسية نعم وهي تمس حتى العائلة الكل آخر سؤال قلت من الناحية المادية على المستوى المادي ونحكي هنا على موارد الجامعية مواردكم خاصة منين متأتية وهل أنه المسألة أو يعني نشاطات الجامعية وإحاطتها ورعايتها للمرضى ليستحقوا زرع النخاع العظم يتطلب برشا مساريف برشا مساريف برشا مساريف لأنه دخلوا في عدة أوجه يعني يعني ما هو شي معناها معناها سما السكن بطبيق الحال لكن سما أيضا نعاولوا في النقل النقل لأنه باش نظم وزدها أنه معناها ما يكونش المسألة المادية هي عايق في أنه المريض يعاول الموارد متأتية من التبرعات فقط من التبرعات ومش من حام الدولة ما عدناش تبرعات وشنو آخر تبرعات وثم المبادرات اللي نعملها معناها الكورس الماراتون هذا وإلى مثلا الحفل الخيري والغير الحفل الخيري العمل لقبل المصرحية أيضا ويعني وثم التبرعات ولا طبعا الفنانين المشاركين في مثل العروض والتظاهرات يجيوكم مجانا مجانا يعطينا صحة مشحورين نشكروا كل ياسمين من الياسمينات متعطوق الياسمين نعم ونذكر كل المايسرو والفرقة الكل في أنها بأنها باش جيو واللي هما وافقوا بأنهم يكونوا معنا في هات الحفلة ممتاز حاجتين مهمين نذكر بهم فما تطبيقة اسمها تنجم بالأحرف اللاتينية تي اين ا دو جي او ام موجودة نزلوها على الجوال متاعنا نجم تعطوه من خلالها الجامعية التونسية لمزرعين نخع العظمي ونجم ونساعد ونساندو بأي شكل كان الحاجة الثانية والمهمة أيضا هي الحفلة الخيري اللي تنظم الجامعية يوم الأحد بفرحاب المزرح البلدي بالعاصمة تحييه الفرقة النسائية اسفاقسية خليني نقول والتونسية عموما توق الياسمين ابتداء من السادسة ونصف مساء اللي حبي يقتطع تذكرا ويحضر يلقى تساكر في المسرح البلدي على تسكرتي موقع تسكرتي ولا معروف برشا وثم يدخل للصفحة اللي هو أتي جي أمو والأسوسيات تونيزية دي غريفة للمالوسوس دونك يلقى كل المعطيات أتي جي أمو هذه الصفحة متاعكم على الوسائل التواصل الاجتماعي أتي جي أمو نعم مشكور جزيل الشكر وشكر موصول لك أنت سيدافر الطيف رئيس الجماعية التنسية لمزرعي النخاء العظمي ولكل متطوعي الجماعية ولكل من سندها وتبرع عليها وساعدها ولكل من له علاقة بها من قريب أو بعيد وخاصة جماعي أو عفوا فرقة توقل اليسامين اللي تحري الحفلة الخيري انتع نهار لحد الجاي نذكره مرة أخرى ميساعدش ما فيها بس ستة ونص بيرحاب المسرح البلدي شكرا وإن شاء الله ديما موافقين الأنغام من طبعا الأندلس المدينة التي كانت منارة مع قرطبة وغرناتا طبعا ديما نرجع ونعود نحكيه شوية سياحة اليوم لأنه اليوم العالمي السياحة ومقار المنظمة العالمية السياحة في إسبانيا والأندلس كانت بيندفرين معناها بعبارة من البداولة تابعتنا لمدة ثمانية قرون والحضارة العربية الإسلامية غيرت مجرى تاريخ ووجه الجزيرة الإيبرية إسبانيا والبرتغال حاليا وبلغت يعني شأوا متقدما من الحضارة والرقي طبعا هذا الكل يتجسم في أعمال فني مهم بصوت الفنانة درصاف الله الحمداني نغم للراحلة فتحية خيري تعرفوا الكل محلى ليلة شبيلية كما كل يوم للتربية وبعدها التعليم طبعا النصيب في برامج القناة الوطنية الأولى وخاصة في برنامج صباح الفل والياسمين ونستظيف سيدي ليس بوسالمي أو أستاذ المدارس الابتدائية بمدرسة وادي معدن من معتمدية غار الدماء بولاية جندوبة صباح الفل والياسمين سيدي صباح النور صباح النور نعم أنا تعودت أنه في المباشر المربين الأفاضل نعيت لهم سيدي والمربيات الفضليات نعيت لهم ساتية سيدي أول حاجة الساعة أنت خريج شعبة التربية والتعليم اللي هي معناها إعادة أحداثها إنجاز يحسب من ضمن المنجزات ما نشبش نقوله كثيرة أو قليلة ولكن من المنجزات المهمة جدا للدولة التونسية لأنه نعرف قبل مدارس ترشيح المعلمين كانت تجربة رائدة وكانت تخرج معناها أنه خب من المعلمين الأفاضل والمعلمات أيضا اللي بناءوا البلاد وكونوا العباد بل أنه معناها المستوى المعرفي وأنت معناها تعرف هذا والأكاديمي والبيداغوجي يضاهي أعطى الشهائد العليا الآن شنو أرايك ساعة في معناها إعادة شعبة التربية وتعليم تدار من سنة 2016 وما هي الإضافة التي حققتها لكم كخريجي هذه الشعبة الإضافة أولا هو أنه البلاد من نجم يخدموها كان شباب نعم ذي أول نقطة بتبع الفرض لكل في التكوين يعود إلى الكبارات المعلمين والمتفاقدين والسيدة والدكاترة اللي تكون على يديهم في شعبة التربية وتعليم خاطر التكوين متاعنا اشترك فيه وزارة التربية بالمتفاقدين وبالأسيدة والأسيدة والمربين نعم وأيضا الدكاترة والأسيدة الجامعيين نعم هي شعبة مشتركة بين وزارة التربية ووزارة التعليم العالي نعم لأنه الصيغة متاع شعبة التربية والتعليم الجديدة هي إجازة تطبيقية نعم مش كما ترشح المعلمين قبل كانت منفصلة تولت شعبة من شعب الجامعي الإضافة زادة أنه عملنا تجديد صغير في المدرسة واللي نشوفه في الليجون في الشباب في بسط المدرسة التوصية وبطبعك نحكيه على تجديد بشي يجيبوا معهم طرقهم البداغوذية المختلفة على السائد ولا القديم ولا تربينا بها وأهمية التكوين تكمن في أنه معناها ربما يتفق العديد مع هذا الرأي يتنجب تكون ماخو أعطى شهادات في أي اختصاص في الفيزياء في الكيمياء في الرياضية لكن قدرتك على التدريس وعلى التبليغ المعلومة بطرق بيداغوجية على أسس علمية هذا هو الإشكال مش كل واحد عنده شهائد عليا مهما كان معناها مستواها قادر على التلقين والتدريس والتعليم والإحاطة والرعاية النفسية والاجتماعية والتربوية بكل المشروع معناها اللي يبدأ يافع ثم يانع ثم يثمر هكذا وهو كذلك إذا كعليش تكوين متاعنا كان في جانب نظري نعم نقلها في الجامعة وجانب تطبيقي في المدارس التونسية ما فهم عادنا الاستاج اللي نخدموهم في المدارس تربو سات تربو سات اللي نخدموهم في المدارس نقوموا بتدريس الاحتكاك والملامسة الأولى مع التلميذ مع القسم ومع المدرسة مع الواقعة على المدرسة التونسية ما يكون الشنهات الانتداب متاعك ولا تعيينتاك يكون قبله وانت تقرأ مهم جدا بيك ان شاء الله بيحاول لهم مطمئنين على الأجيال الجديدة بين دين خريجي شعب هي معناها شعبة ولكن في عديد المدارس العليا والمعهد العليا قد اشعرناها تقريبا برشا برشا أولا بديت بستة معاهد فقط برشا بيك أيضا فما خصوصية تميزك أنك أستاذ مدارس ابتدائية بمدرسة جميلة الطبيعة الخلابة والغناء والمناظر والمشاهد معناها في الريف الحقيقة هذا الجانب الإيجابي ما أهمية ولا ما خصوصية أنك تكون أستاذ مدارس ابتدائية في مدرسة ريفية وهي مدرسة وادي معدن معدن مع تمديد غرديمان من وليد جاندوب الخصوصية هو أنه في المناطق هذوكم المعلم هو المنقذ الوحيد هو الكل في الكل هو الكل في الكل نعم إذا أنت لم تقم بنشاط ترفيهي تطقيفي تعليمي تربوي تقرؤوا هذا في الشعبة سيدي هذا نتعلموه 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 بعد ما لا تواجبت لنا فكرة باية في شعبة التربية والتعليم ونداء موجه لوزارتي التربية والتعليم العالي أنهم يدخلوا الأنشطة الثقافية والترفيهية في البرامج الدراسية في دراسات العليا لمنتسبي هذه الشعبة ولا لخريجيها المستقبلين شو رأيك في المقترح هو مقترح جميل أما نقرأه 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 حتى الخط العربي نقرأه حرق العربي بش نجمو نعديه نحن أمامنا صورة إذا كان تم تعليق عليها سيدي الصورة هذه صورة أول يوم في المدرسة اللي هي اشتر ورقة على التعارف أول يوم اللي كنت معناها في التدريس ولا أول يوم السناء أول يوم السناء وكيف كل عام؟ أنت قدش عندك التقارير هذا ست سعاء ست بارك الله ما يظهرش عليك أنا كنشوفك نقول تلميذ من فوقت أنك تدخل تقارير 22 سناء يعني إذا كان طبعا وليدتنا بكلهم ناشحين 19 سناء يخل باك 22 سناء يدخل يقارير باستحقاق أكيد يقارير باستحقاق لأنه واختصاصه هو قارير تدريس ولا تعليم ولا بيداغوجيا كما قلنا تنجم تكون عندك لابليتاسيو معنا ما بعد الدكتوراه في الفيزياء ولا في الكيمياة ولا في الرياضي ولا في غيرها ولكن ما تنجم تقارير باش ما نقول عاجز يعني التدريس حاجة والحصول على شهادة عليا والاختصاص حاجة أخرى ومع هذا ما زلنا نتعلم بابليوم حاجة أكتدة كما كنا نشوف في فطرف يشتر ورقة هديك هي حاجة أنا وصر على أني كل عام نعملها أني نبدل الاشتر ورقة القديمة اللي يفهم مهنة الأب ومهنة الأم واللي تحط التلميذ في إحراج جبت لهم أسألة في علاقة بتلميذ في حد ديته هوايته كموحاته شنو يحب يصير هو مفروض عليكم الهدية متاع شنو تسميها هي اشتر ورقة اي ليه بتاع التعارف نصف ورقة التعارف بيتون نرجعوا لنصف ورقة التعارف طبعا أكيد المعلومات في الجغرافية أيضا شافية وكافية بالنسبة للخريجي مدارس المدارس المعاهد العليا والمدارس العليا هما معاهد العليا والمدارس العليا معاهد للتربية والتعليم خريجي هذه الشعبة المتميزة هذه صورتك أمامنا أي بي مختلف شوية على تبارك الله معناك تلبس ثوب المدرس تولي حاجة أخرى ما شاء الله عليك بش نمشي وقلنا إلى تستور إلى تستور إلى عاصمة الحرف والفنون الأندلوسية إلى عاصمة الرمان والعديد من الحاجات الأخرى معناها المتميزة مع زميلتنا بشيرة العوادي في هذا الربط المباشر صباح الفل والياسمين بشيرة تحياتنا لك ولكل الزملاء في وحدة الانتاج التلفزي بباجا وسعداء بوجودك معنا على المباشر بشيرة العوادي كانت تكرر مثل هالإطلالات الجميلة لك شكرا مرحبا والسلام فيها مدخلات قيمة لدكتور زهير بن يوسف الأستاذ الجامعي والدكتور أيضا فتحي الجرائي المختص في التراث والثقافة وطبعا معنا لمزيد الإذاحات والتفاصيل المندوب الجهوي للسياحة بباجا السيد ريذا حنبلي مرحبا سي ريذا مرحبا بك تفضل معنا مرحبا سي ريذا إذن اخترتم مدينة تستور عاصمة الأندلس بالشمال الغربي اخترتوها أولا للتنوع التراث وطبعا المعالم الأثرية بهذه المدينة الجميلة وطبعا الاختيار اليوم خاصة الاحتفال العالمي باليوم العالمي للسياحة شكرا بالنسبة لاختيار مدينة تستور هو نظرا لما تسخر به مدينة تستور من معالم تاريخية وحضرية وتراث مادي ولا مادي يشهد على تعايش الحضرات في هذه المدينة منذ قدم التاريخ اخترنا المدينة هذه تتوفر فيها المقاومات هذه موضوع شعار اليوم العالمي للسياحة اللي هو السياحة والسلام بالتالي اخترنا باش نكون نظم التظاهر هذه بالتعاون مع المندوبية الجهوية للثقافة باجا فيه مدخلات علمية كذلك حاولنا باش نبرز التراث المادي لمدينة تستور سواء الصناعات التقليدية والفنون والحرف اللي تتميز بها الجهة هذه للترويج للجهة وكذلك ربما التفكير في بعث مثلك سياحي جديد يعنى بالسلام في مدينة تستور وفي ولاية باجا عمومة طبعا المعرض متنوعة باركالة مش يتم بعد يعني نحن اخذيني كتوى على الطاير ولكن طبعا المعرض بعد مش يكون فيه عديد معناها الفنون والحرف خاصة نعرف الجبة تستور نعرف الاوكلات التراثية وغيره بالطبيعة احنا اخترنا ركزنا على الجانب هذا باش نبرز الخصوصية متاع مدينة تستور اللي التوى ما زالت تتحافظ على العادات والتقاليد المتوارثة عبر الحضارات والحقب الزمانية اللي اتعدات الكل ما زالت في تستور كي جي معناها تلقى الاوكلة الاندالوسية اللي قديمة ما زالت متواجدة حاليا في الاوصر ويقع استعمالها في الافراح متاحة وتقديمها كذلك في المناسبات حاولنا باش نبرز للجانب هذا لتنفرد به مدينة تستور في الترويج للسياحة معناها مش سياحة عموما لكن السياحة حسب المحاور محاور محد نعم مشكور سيري شكرا يعطيك من الصحة شكرا اذا زميلي زياد تتواصل اذا فعاليات هذا اليوم الجهوي بمدينة تستور حبينا طبعا هو احتفال عالمي باليوم العالمي للسياحة لكن ما ننساوش ان تستور عن قريبا يوم 30 اكتوبر هو افتتاح مهرجين الرومان بتستور هذا المهرجين اللي اليوم في دورته الجديدة اهميته خاصة بالنسبة الاهالي تستور وولاية باجا عموما عديد الاحداث قريبا والتظاهرات ستشملها مدينة تستور والاهم من هذا الكل زياد اليوم التقينا بعديد الحرفيين عديد معناها اصحاب الصناعات اصحاب المشاريع اللي عن قريب اليوم مش تنطلقوا بالشوف فعالياتها طبعا نتمنى يوم احتفال جهوي مميز ونتمنى وليكم والاهالي تستور واللي بيش يزوروها اليوم يلقاوا فرصة للتعرف على معالم هذه المدينة الاثرية جامع تستور طبعا الساعة تستور التراثية وغيرها من المعالم نعم شكرا لك بشيرة تحياتنا من خلالك لأهالي تستور لحرفييها لفنانيها لفلاحيها تلك المدينة الاندلوسية الجميلة اللي تمثل محطة هامة وبارزة من محطات التنوع التاريخي وثقافي والحضاري والتراثي والفني والعلمي لتونس تونس كل شبر مميز يعني وكل شبر يعني الكثير للحضارة العالمية منذ البدء منذ الحضارة القبسية يعني 12 ألف سنة التالي مرورا بالقرطاجية إلى العربية الإسلامية إلى الدولة التونسية الحديثة الفتية ومن أهم بناتها المربين وهذاك عليش موصلين في الحوار مع سيدي الياس السلامي الأستاذ أستاذ المدارس الابتدائية بمدرسة وادي درعة وادي معدن وادي معدن عفوا بمعطم ديت غرديماء من ولاية جندوبة قلنا لاحظنا من خلال الصور هذه الصور اللي كنا نشوفها في المدرسة لا في مدرسة ولكن ليس المدرسة يعني أنا ركزت خاصة على أنه فما تجهيزات حديثة في الصور اللي شفناها حبيت من هذه الملاحظة ننطلق في السؤال عن المدارسة ريفية عموما والمدرسة اللي أنت الدرس فيها اللي هي وادي معدن والمعدن أكيد ذهب معناها فما كل شيء ما توفر كل شيء ما الذي تفتقر إليه المدرسة والمنطقة عموما وهل هذا يأثر على المتمدرسين والإطار التربوي وإلا أحيانا يكون لهم حافز معناها أنهم يحاولوا يعطيوا أكثر ما يمكن بش ينتشلوا هكي الولدات وهكي البنيات من تلك الظروف وأن كان معناها كما قلنا الجمال الطبيعي لا يضعها وتبارك الله معناها فما ناس في مواقع متقدمة عالميا نطلقوا من أرياف تونس وكنا حكينا عليهم في عديد المرات وهم الآن يتصدرون المشهد العلمي والاقتصادي والسياسي وغيره وهو كذلك المدرس التونسية كيمة ريفية كيمة مدرس المدينة يفتقروا إلى تجهيزات الحديثة لأنه اليوم مثلا ما عدنش أليه يتعرض بشي ناج مقاري وباستعمال التكنولوجيا الحديثة مبادرة معناها شخصية وفردية معناها متميزة ونعرف اللي برشة مربين شباب خاصة خارجي شعبة التربية وتعليم معناها قاعدين يقوموا بمثل المبادرات معناها أكيد هي المبادرات هذه المستفيد الأول منها هو التلميذ والمستفيد الثاني منها هو المعلم لأنه مش نقص تعب على روحه والمستفيد الأساسي هي تونس بطبيع بهذا نتقدمه نجمش نبقى نلومه على الواقع وعلى الظروف حضورك متميز على وسائل التواصل للاجتماع حكينا على هالتجربة هذية هل هي مكملة لما يقدمه المربي وينفذه من مقررات ومنهج وتوسط الأخير نحكيه على التنفيذ وإلا معناها داخل في إطار معناها جهد شخصي أنت ورغبة المربي معناها مش بالضرورة يكون عنده الإضافة هذه اللي هي شخصية والحضور هذا على وسائل التواصل الاجتماعي واستعمال تكنولوجية الحديثة لمحاولة معضدة المجهود التربوي الرسمي الرسمي طبعا الهدف الوحيد من مشاركتي لبعض الأعمال والمشاعل اللي نقوم بها في القسم هو الإفادة أكثر من النجم هناك العديد من الزملاء في حاجة إلى تدريب في حاجة إلى تطبيقات في حاجة إلى تعلم وسائل وطرق حديثة بداغوجية حديثة نجمق علي وبها في القسم هذيك الهدف الوحيد من المشاركة متاع الأعمال المتاعي على موقع التواصل عليه السؤال الأخير لأنه يفتح الباب للنقاش وربما حط الجدل قلت تنفيذ المربين الأفاضل ملزمين بتنفيذ البرامج والمنهج المقررة نحكي على أستاذة التعليم الابتداء أكيد والحقيقة الملاحظة تقريبا يتفق عليها الجميع وعلى مسؤوليتي البرنامج معناها بالفرنسية معناها الشاغ جي عبي برشا بالنسبة للتلميذ الابتدائي منذ الأولى الابتدائي إلى السادسة والزمن المدرسي أيضا ممطط جدا يعني ما نخليش لوقات لوليداتنا للترفيه لممارسة الأنشطة الفنية والرياضية اللي هي مكملة ومهمة وأحيانا تفتح كتاب متاع تلميذ في الثالثة الابتدائي تفاجأ معناها بأنه معناها النصوص مثلا يعني مستوها ربما أقوى بكثير ومعناها أرفع بكثير من مستوى أوليد ولا بنية في الثالثة الابتدائي ثمانية سنوات مفردات ومعناها جمل وعبارات وتركيب لحقيقة معناها شنوها السر فالاختيار هدايا في هذا بين ظفرين الشحن معناها على مستوى الزمن وعلى مستوى البرامج وعلى مستوى عدد الأكتوب وعلى مستوى معناها ما هو مطلوب من أدوات وغير وعليش هذا كل كنا نقرأ ساعتين الصباح وساعتين العشية ومن بعد نمشي ومعناها ننمارس أنشطتنا بكل براءة طفولية ونعيش وحياتنا وننتفعله مع عائلاتنا مع محيطنا نقرأه معناها شوية ونلعب برشا كما في الدول الإسكندنابية والتجربة الفنندية وغيرها معناها حر التلميذ ويبدأ يقرأ يبدأ من عشر سنين عنيش هذا الكل السر الوحيد هو أنه لم يتم تغيير برامج الرسمية تقريبا عندهم عشرين سنين نحن نخدم برامج رسمية ونعد الأطفل أطفل الألفينية الألفية نعم الفارتا اليوم فيما مستجدات جديدة كل يوم حاجة جديدة تحاولوا تبلغوا من خلال المرشدين البداغوجين والمساعدين والمتقدين أكيد أكيد فمش مربي في تونس راضي على البرامج الرسمية واضح جوابك يغني على كل تعليق وأنت معناها مختص بحكم كما قلنا وننوه ونعود ونكرر مثالش أنك خريج شعبة التربية والتعليم هذا اختصاصك لا يناقشك فيه أحد مثلا ماش مربي راضي على الوضع على الزمن المدرسي وعلى البرامج والمناهج اللي لحقيقة معناها تحبلها تلميذ ولا حتى معناها طالب في مستوى كبير يسر باش نجم يتعاطع معها مشكور جزيل شكر ملاحظة أخيرا خليل كلمة الختام سيدي شكرا أنا نحب نقدم تحية تلميذة الكل سنة ثانية وثالثة ورابعة في مدرسة وادي معدن غردي ماء جندوبا نعم ونقدم تحية زيادة للمربيين والزملاء الكل واضح شكرا لك سيدي المربي الفاضل اليس بوسالمي أستاذ المدارس الابتدائية بمدرسة وادي معدن من معتمدية غردي ماء من ولاية جندوبا نحب نحيي من خلالك الأسرة التربوية الكل بكافة مكوناتها وأترحم على المربيين الأفاضل الراحلين والإطارات التربوية الكل من الأعوان إلى الإطارات الإرشاد البيداغوجي والتفقد والمندوبيات والمديرين والمسيرين متاع التربية وتعليم في تونس الكل ونشدوا على يدي الأحياء ومرة أخرى إليس السلامي آه إليس عفوا البوسيلمي قال المربي الفاضل مدرس سنة الثانية والثالثة والرابعة في مدرسة وادي معدن من معتمدية غردي ماء وأستاذ المدارس الابتدائية خريش شعب التربية وتعليم قال ما تماش مربي راضي على البرنامج وعلى الزمن المدرسي وأحنا نشطره الرأي شكرا سيدي يعطيك صحة ما زلنا مواصلين في المباشر من ملمح لأحيرا فيها تو تكتشفوا موهبتها ويعني ما ينتج من أناملها ولا على أناملها ثم نواصل في المباشر أنا صغيرة كنت محب برشة لاختزانة بعد دجا بعد ما كملت الخمسة سنين بتاع الدزاين زدت مشي تقريت أوت كوتور وخدمت شوية في الأوت كوتور ومن بعد قررت إني نتبع حكاية أخرى دونك خدمت في المكرامي تسكي أردفيل الأردفيل أردفيل أردفيل في هالكوفان في هاللبس هدي أتوى بالتكنيك مكرامي 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 ديما نعمل جميكس في هالكوفان على التعاركات من الأحساسيات المزار ، المبليو إن شاء الله هذا مزارنا إن شاء الله نزيدون نطورو نزيدون أنا أول مبدئة نخدم نخدم تحاجة لهي قالوا لي شنية معنى تذير قلت لهم إنه تسيطن معتراك نجد أن تشعر على مستوى لكي نجد التكستور نجد لفم تالماتير حتى تستعطيه هكيك معنى تا لازمنا نجرب ونمسو الماتير يبقى إياه الكروكي معنى تا بيش تخدم الكروكي متاع كمالول تعمل رشاكش بغا بغا ع السباق شنو الحاجة تالي الماتيريو اللي نجمو معنى تا نعملو لهم مغياج مبعضهم برشا رشاكش كمام فيها فيها رشاكش الحاجة اللي خدمتو مانا مالول قعدت برشا اللوج على الخيط اللي بش نخدم بيه حاطر توا بداي المكرامي شوية واختقينا بديت مازيل حتى الخيط مازل ما بديش مازل ما هو شي موجود معناتها دونك جربت برشا خيوط فاستت برشا حاجات متا والصبعة الحمدول الله يا ربي مقتنعة بالخدمة متاعي نعرف اللي أنا النجم نزيد وكل يوم نتعلمو كل يوم كل يوم نتعلمو معناتا ما ما وفيتش العلامة الأسعار يتعلقوا لا تصير بالكومتيتين بتاع الخدمة حاطر كيمة تعرف معناتا بعفو قفة نجم تشدني نهارين نخدم تيها دونك هو اللي غليم تاع البروديم متاعنا مش غيالما في زعما في الماتيار برنية أما في الخدمة بعفو في الرجرش نوك عد برشا معناتا سيدي كرياسيون دونك نوك عد برشا نلوج نحل نفتق إذك كل يفى بارتي معناتا من من البروسيسوس متاع الخدمة وليزمني ننوفق وبون فما حاجة غالين فما حاجة ترخاص سا دي بون نعود إلى الاستضافات والاستضافة دائما على علاقة بالشأن التربوي تحضر معنا السيدة نيلة بن ناجي رئيسة جمعية قدمات تلميذ وتلميذات طبعا معهد نهج الباشا اللي هو معهد عريق من أوائل المعاهد إن لم يكن الأول على الإطلاقة أول معهد للفتيات في تاريخ تونس ويرجع تاريخه عام 1900 1900 عد القرن قرن وربع مدرسة مدرسة نعم ملول بدأت مدرسة ابتداية ثم ولات معهد ثانوي مرحبا بك تحياتنا من خلالك لكل منتسبية ومنتسبات خاصة معهد ناجي الباشا كل من مرة بهذا المعهد سواء كتلميذة ولا كمربية ولا كمربية ولا كمسير ولا كإطار إلا الجمعية هي تزيد عرفنا بها أستاذة بتأسيسها بأهدافها ببرمجها شكرا تونسلوا نشاطاتها الأخيرة شكرا على الاستاذة لا عفو الجمعية متاعنا احتفلنا بالاربعينية متاعها سناء نعم معناها تأسة عام 84 تأسة عام 84 عشرة مارس 84 نعم والأنشطة متاعنا معروف احنا مشهورين بالأنشطة متاعنا الأنشطة الثقافية والاجتماعية والطرفية وعنا نشر مجلة مرتين في العام نعم نعم وعنا بالنسبة بيجا مشينا الزغوين مشينا الزغوين مشينا الزفيسيفة في سجنين نعم 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 جبال الشعرة مجمع مياه مجمع مياه نعم 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 من المتطويعي ومتبرعي الجامعي بطبيعة هذي جورني باش نشكرهم نعم المطوعين واللي اعطاهم ثيقة فينا باش انجزنا هالمشاريع الكل حبيت نسلك هنا على المتطويعين والمتبرعين جامعية قدماء ناجل باشر مععد ناجل باشر مععد ناجل باشر تلميذ وتلميذات هما بطبيعة معناها بنات وولاد من السبعينيات ولا بنات وولاد كان بنات هو كان بنات بارك من اللي اللي بديت اول مدرسة ابتدائية تقري الفتيات في تاريخ تونس عام 1900 في مفتاح القرن الفارط ثم بععد ولا معهد هانوي في السبعينيات وفي السبعينيات مختلط الأكيد أنه تبرك الله معناها العديد من الإطارات العليا ومن جميع الاختصاصات ومن الأطباء والمهنسين والمحامين نرجع حتى تبلل المناضلات المناضلات سمحني المناضلات برشا خرجوا من ناجل باشر أكيد أكيد نعم والأسامي معناها عديدة والقائمة طويلة وعريضة نعم هذم الكل الآن معناها خرجي معهد ناجل باشر كلهم قاعدين يساهم وقاعدين يدعم وقاعدين يعاون ولا مش الكل لا مش الكل خاطر إذا نجي ونحسبوا فيهم ألاف اللي تخرجوا من هذك على السألتك كان هالألاف هذوم يدعموا ويعاونوا ويساعدوا هو نوليهم معناها كل شي ننزوه في ظرف وجيه ونشكروك بالفرصة هذية اللي تحتنا الفرصة لعب نشكرو تلبز الوطني باش نتلبز الوطني بالتبيع اللي تحتنا الفرصة باش نعرفوا برواحنا باش وبالحق باش نعرفوا برواحنا وين مقر الجماعية سيدتي الكريم في نهجة الكتبية وراء جامع الزيتونة بيه؟ سهل يجب ظهر سهل أما أسألش منك مقر جامعية قدماء تلميذ وتلميذات نهجة باشة في نهجة الكتبية وراء جامع الزيتونة المعمور نعم ليحب يتصل معناها لأوقات العمل الإداري وموجودة مفتوحة لا خاصة نهجة يوم الأربعة ويوم الجمعة مفيش لعب مفيش نهرجة مع خطر عنا محاضرات وأنشطة وسينيكلاب نقدموا أفلام نعم نشاطات ثقافية وفنية مختلفة إذن قلنا المشروع الأول الكبير هو عدة مشاريع ولكن المشروع الأول الكبير اللي يستحق الذكر والشكر أيضا هو إيصال الماء إلى زوز مناطق ريفية من معتمدية باجا الشمالي الثاني سمحني قسيت عليك في دوار عواب دية في معتمدية النظور في الزغوان ويد كرامو دوار عواب دية صحيح معتمدية النظور في الزغوان هذا كيف كيف إيصال الماء صالح للشراب القرية دوار عواب دية دوار عواب دية وهذا يتم إنجازه في 2018 2018 في ديسمبر 2018 نعم نعطيك الكاليف متاعه 25 ألف دينار 25 ألف دينار وش نقول اللي كمام البريد ما شاء الله عليم والحقيقة مش مبلغة كبيرة كل حالك حسب مبلغنا معناها فهمة شكون يسهر بهم في ليلة 25 ألف دينار في تونس كل واحد إمكانياته ولكن إمكانياتنا المتواضعة نعم أعملنا كمام إنجازات والإنجاز الأخر هذا اللي قلت عليه أنت بنا جسر على في جبل الشعرة نعم كلفنا 18 ألف دينار 18 ألف دينار وكنتشوف معناتها تلمزة والأولية كيفاش يعطيهم الصحة نصو للجسر الآن هو أمامنا على الصورة هذا هو آخر منجز من منجزات الجمعية هذا الجسر يعمل 16 مترو نعم وتجهيزه وبناء قام بيسي كريم عرفة كريم عرفة الى تعرف بإنجاز مثل هالجسور اللي تمكنت لمذات والوليدات من شكلك الأولية بتي مشيهوا يقر leva عملنا بيماطة من الأولية وتلمزة من عام الف 2021 Solo بدنا نتلاهوا بالمدرسة وخبرنا commands سيدتي الكريمة باجا الشمالية معتمدية باجا الشمالية جبل الشعرة عليك من الجسر يا شبل الشعرة الجسر háذها جبل الشعرة بمعتمدية باجا الشمالية بتعاونك مع الناشط في المجتمع المدني كريم عرفة اللي تشهر بإنجاز مثل هذه السور واشنو دور الجامعية كان في العملية تمويله تمويله ووقفنا على الأشغال وطبعنا الأشغال قداش تكلف تقريبا عندكش الرقم ومنتشنا الدينار والله إله برشا وطلب منه باش نتعاونه باش نتعاونه فما برشا أنجازات أخرين واضح يعطيك صحة سيدتي الكريمة إنجازات تذكر فتشكر والأكيد أنه في جراب الجامعية معناها العديد من المشاريع المستقبلية كانت تعطينا عليها فكرة باش نختم واشنونا وين تعملوا سعب اللي إنجازناها رممنا للكاف متاع المدرسة بلثين ألف دينا بعد السبع أكتوبر أحداث غزة في فلسطين عاوننا طلبة فلسطينيين مقيمين في تونس شوية إمكانيات باش نعاونوهم خطر وقتها بما أوتيح نعم كانوا في حاجة للمساعدة واليوم في حاجة والغدوة صحيح نعم صحيح مازالوا أحنا طوى المشاريع مزلنا مع وزارة الفلاحة نحاولوا نعملوا مشروع آخر متاع 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 متاحة وطوى مع سي كريم عارفة تحلونا المشاريع الجسور طوى ولداتنا إن شاء الله في القريب العاجل ما عادش حتى التلميذ من تلميذ المدير الثريفية يتعطلها خط القصة مع أنت على واد ولا على مكان صحيح اللي يلزموا جسر كما قلت 18 ألف دينار والله عند برشة كوانسة ما شاء الله رب يزيدهم من رزق لحلال الطي صحيح نصفت شوية لهنا باش ما نقولش كلام آخر 18 ألف دينار معناه ما يحيرهمش بكل معناه مدعب أبدأ يعطي الصحة شكرا لكم شكرا لكي نتمنى أولكم نجاح والتوفيق ونشده على إيديكم جمعية قدماء تلميذ وتلميذات معهد نهج الباشا ومشكورة نشكر المتبرئين سمحني شكر جزيلا للمتبرئين خاطر دي ما نلقواهم معنا وقفين معنا في الكل السيدة نيلة بن ناجي ومقر الجمعية النهج الكتبية وراء جامع الزيتون الزيتون المعمور برك الله وفيكم شكرا مواصلين في الاستضافات وفي تناول المشاغل التي تعني التونسي عموما نحكي دي ما بيئة وإيكولوجيا البارح حكينا على الاقتصاد الأخضر مع الخبير الاقتصادي والمالي الأستاذ محمد صالح الجنادي وبالتالي دائما نشاءنا البيئي يشغلنا على مستويات شطة مشكل المستوي التقليدي ولكن الآن البيئة معناها على علاقة وطيدة بالصناعة والاقتصاد والاستثمار والتصدير وغيرها من المجالات هذك عليش معنا سيلوطفي مصدقي المسؤول على التخطيط والمتابعة في مجال تخفيف الغازات الدافئة بوزارة البيئة أسباح الفل والياسمين سيلوطفي أسباح الفل والياسمين وبرك الله فيك مليئة تحت الفرصة العفو هذا واجبنا لو كنا نعرفه صعب بهال القطاع هذه المسؤولية على تخفيف الغازات الدافئة شون نجم نقوله بالنسبة للإطارات والناس اللي تشتغل معاك على نفس الموضوع نعم هو الحقيقة كما تعرفوا التغيرات المناخية نعم اليوم أصبح تواقع أكيد غير قبل النقاش وتأثيراتها ولينا نشوفها على جميع القطاعات كالك سواء في تونس وإلا في جميع الدول النامية أو في جميع الدول العالم ثم تأثيرات واضحة على القطاع الفلاحي على القطاع المائي على الأمن الغذائي على القطاع الطاقي حتى على الهجرة المناخية ولينا نشوف الهجرة المناخية طيب مشاكل ثم التصحر ثم الجفاف على الحركة الاقتصادية والاجتماعية في الشريط السهلي والفلاحية والسياحية وغيرها من المجالات نعم نعم ولهذا أنه الدول بما في ذلك تونس وتونس كانت ماتها من الدول الرائدة نعم في وضع خطط لمجابهة تغير المناخ تونس ظهر لي من أول الدول العربية والإفريقية لأحثرت وزارة بيئة سنة تسعين نعم تونس كانت سباقة في المجال البيئي في المجال المناخي وتونس اليوم هي من أول الدول اللي عملت أهداف بيئية في مجال تخفيف ومجال تعقل مع التغيرات المناخية تونس وقت اللي عملت هالبرنامج تخفيف من تأثيرات التغيرات المناخية عملت أهداف واضحة في مجالات الذات الأولوية اللي هي الفلاحة اللي هي الصناعة اللي هي النقل والنفايات والطاقة وعملت أهداف عن طريق المساهمات المحدة وطنين أهداف ملموسة وطموحة وقابلة للتنفيذ مثلا لو نحكيه في قطاع الطاقة مثلا تونس عملت أربع سياسة كبرى في قطاع الطاقة اللي هي أول حاجة سياسة النجاعة الطاقية نجاعة الطاقية يعني أنت تنتج منتج يتكلف لك الطاقة عشر دينارات وأنا ننتج نفس المنتج يتكلف لي مئة دينار أنت عملت النجاعة الطاقية وأنا ما عملتش النجاعة الطاقية في مفهومها البسيط العنصر الثاني هو كل ما هو الطاقات البديلة يعني عملنا هدف لما تتحسين استعمال الطاقات البديلة ونسبة 30% من الطاقات البديلة من هون سنة 2030 يجبنا نتحول من الطاقات الكلاسيكية إلى الطاقات البديلة في قطاع الطاقة أيضا عملنا عدة أهداف تتعلق بالتغيير العقلية وتغيير التصرفات بتاع المواطن وبتاع الشركات وبتاع المؤسسات لتحسين النجاعة الطاقية ولتقليل من انبعاثات غازات دافية والتقليل من استهلاك الطاقة في قطاع النفايات أيضا عملنا عدة أهداف استراتيجية وعدة سياسات من أهمها تقليل كمية النفايات من المصدر وهذا يتطلب عدة برامج كانت تواتي الفرصة نحكيه عليهم بالتفصيل ثم السياسة الثانية هي كل ما هو إعادة تدوير واستعمال النفايات والسياسة الثالثة هي كل ما هو يعني استعمال الغازات وتثمين الغازات المنبعثة من معالجة النفايات هدية جديدة حتى الغازات المنبعثة منها معنا ماشي كان سلبية الأمور بالعكس نجم أن نسفدوا منها طبعا هي النفايات احنا في خلال مثل العشرية اللي فاتت كانت النفايات ننظروا لها مشكل اليوم في العالم كامل ما في ذلك تونس النفايات ولد فرصة شفنا آخر حملة بمساهمة وربما حتى إشراف وزارة البيئة حتى النفايات متاع المقاولات وكذا قابلة للتدوير وقابلة لإعادة الاستعمال والاستغلال معناها هذه النتجة على بندفرين معناها حضائر البناء أخيرا الحملة لإمتاع الأسبوع الفرد طبعا هي النفايات لازم نعالجوها بصفة متكاملة يعني من المصدر يعني من المادة الأولية إلى التصميم إلى الصناعة إلى النقل إلى إعادة الاستعمال والاستغلال إلى حين نحطها في الدشارج وإلا في مصاب النفايات يعني أعطيك مثال مثلا أنا 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 معمل نصنع الحليب النجم نصنع الحليب في باكو بلاستيك النجم نصنع في حليب في باكو قابل للتدوير من نوع آخر ورطه الغيره نعم نربح النجم أنا نعمل باكو يهز ليترا وما أعمل واحد آخر يعمل باكو يهز ثلاثة ثلاثة الباكو يهز ثلاثة 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 ألف باكو يعني التصميم والمواد المستعملة أول حاجة هذه في الصناعة كيفاش نصنع المنتج بتاعي بأقل تكاليف بطريقة ناجعة تقليل ثم النقل ثم إعادة تدوير كيفاش نعمل برودوين نجم نعاود نستعمل وهذه هي المرحلة الأولى في النفايات ثم المرحلة الثانية وقت اللي نحط وأنا في الدشارج كيفاش نجم نثمن الغازات اللي أنا ننتجها وقبل ذلك كيفاش نجم نعيد تدوير هالنفايات هذه بما في ذلك البلاستيك والبلور بما في ذلك النفايات الحيوانية وغير ذلك كما نسميه بالكمبوستاج مثلا نستعملها كديزونجري معتا للفلاحة سماد والغيره نعم كل هذا قطاع النفايات هو فرصة أكثر منه ومشكلة واللينا ننظر له كفرصة باقي برصة نعم في هذا السياق ثم منتدى مهم هكا ولاه نجم نقوله عالمي دولي اقليمي لمناقشة معناها كل ما له علاقة بالمناخ وخاصة التحديات المطروحة هات نزيده ناخد من عندك أكثر تفاصيل عنوان المنتدى معناها بدقة موعده الزمان والمكان وبرنامجه المنتدى هذا هو في الخضم ماذاية تونس الأسبوع اللي فات كان حافل جدا بعدة تظاهرات مناخ نعم أهم هثلاث تظاهرات كبيرة صارت منهم التظاهر الأولى اللي هو الملتقى الإقليمي لدول البحر الأبر المتوسط اللي أشرف عليها السيد الرئيس الحكومة شخصيا أشرف على تنظيمه وعلى افتتاحه واللي نظمته الوكالة الوطنية تحكم في الطاقة بشاركة مع الفيحة التونسي للصناعة والتجارة ومع وكالتعاون الدولي الألماني ومع مكتب استشارات المصرفية والبنكية اللي كان الهدف الأساسي منه هو كيفية تشريك القطاع الخاص والقطاع البنكي في توفير تمويل للمسائل المناخية وكان نركز برشا على مسألة التمويل وكان فيها عدة مبادرات يمكن تستضيفه الوكالة الوطنية تحكم في الطاقة تحكي لكم بأكثر التفاصيل لأنه عندهم جميع المخرجات الملتقى الثاني كان بتنظيم وزارة البيئة بشاركة مع برامج الأمم المتحدة ومع اللجنة الاجتماعية والاقتصادية لدول الغرب آسيا وما يسمى بشاركة أندي سي بارتنارشيب كان الهدف بتاعه تجميع دول الشرق أوسطية ودول شمال بحر شمال أفريقيا لمناقشة الفرص والممارسات الجيدة في إعداد المساهمات المحدة وطنية يسمى بالميناء منطقة الميناء من جيسة نورث أفريقا ولو أنه تسمي هذه عليها برشا تحفظها نغلق القوس كان الهدف منه هو إعداد جيل الثالث من المساهمات المحدة وطنية يعني كيفاش الدول تعاود تصيغ أهدفها المناخية في مجال تخفيف وإلا في مجال التأقلم بناء على التقييم العالمي اللي صار عم نول في الإمارات اللي هو التقييم العالمي للمجهود العالمي اللي في نوصلنا أحنا أسكى أحنا في طريق صحيح ولا يجب الدول تعاود تصيغ الأهدف بالطريقة تكون قابلة للتنفيذ وتكون طموحة وكان ملتقى تنقشت فيه المسائل المالية خاصة وتنقشت فيه المسائل التنظيمية ومسائل كيفية تقنية والفنية في كيفية أعداد هذه الأهدف كان ملتقى رائع جدا وكان ملتقى نتائج وهيلة ثم الملتقى الثالث اللي هو مهم جدا لأيضا أشرف تنظيم وزارة البيئة هو ملتقى الدول المجموعة العربية ونظمناه بشركة مع جماعة الدول العربية ومع المجموعة العربية المفاوضات حول التغييرات المناخية الهدف منه هو توحيد الموقف العربي استعدادا للمفاوضات اللي بيشتسير في مؤتمر الأطراف في أزربيجان إن شاء الله في 2020 الجمهورية السوفيتي السابقة جمهورية أزربيجان ذات الغالبية المسلمة نعم اللي تقع جنوب روسيا نعم صار مناقشة خاصة المسائل المالية خاصة المسائل المتعلقة بتعقل مع التغييرات المناخية بش نوحده الموقف العربي بما في ذلك موقف تونس لي مناقشته في المفاوضات اللي بيشتسير في الكوب 29 في أزربيجان كان هذا الملتقى الثالث دونك هذوما كلهم صاروا في خضم هالمخاطر بتاع التغييرات المناخية وفي خضم هي الكوب 28 صارت في مصر صارت في دبي في دبي في الإمارات وقبلها في مصر نعم نعم أنا توطفت عند مصر معناها لأسباب عاطفية هذا الكل معناها تونس معناها مش نختب بالسؤال أكيد أنه تجربتها كما قلنا متقدمة لأنه من أول الدول الأفريقية والعربية اللي اهتمت لأحدث ديوان وطني لتطهير مثلا في السبعينة لأحدث وزارة بيئة سنة تسعين لأكيد أنه دورها رأد على المستوى العربي والقاري والإقليمي نعم تونس من أكثر الدول اللي سياستها واضحة في مجال أول حاجة البيئة نعم وفي مجال تغييرات المناخية عندها أهداف قطعي واضحة وعندها أهداف قابلة للقياس وقابلة التنفيذ هذا مهم جدا وتونس صورتها نظرا للشفافية اللي تتعامل بها مع المجتمع الدولي الصورة تونس أمام المجتمع الدولي في تنفيذ تعهدات تعهدات صورة يعني خالق العدل وهذا من شأنه أنه يسهل علينا البحث على التمويل لأنه تمويل مساهمات محدة وطنية مثلا كلفته عشرين مليار دولار من هوني ساة 2020 عشرين مليار دولار يعني قرابة سبعين ألف مليار من مليماتنا يعني ما يقارب ميزانية تونس قالوا للخبراء سنة الميزانية حوالي سبع وسبعين سبع وسبعين مليار دينار أو سبع وسبعين ألف مليار من المليمات يعني مبلغ مبلغ بي ضخم مبلغ ضخم وأحنا فيه جزء نعتمد فيه على مواردنا الخاصة نعم ولكن بتغيير الطرق تغيير طرق التخطيط أي وإدراج المؤشرات المناخية في التخطيط نحب نعطيك مثال لخطر المستمع المشاهد المشاهد نخمو بيه المثال دي مش نعطيك مثال بسيط في ماعنتها تخطيط يدرج المؤشرات المناخية في السياسات نعم مثلا أنت اليوم تحب تشيل بنتك تروتينات أي باش تمشي تقربها في اللي بي بنتك ما تنجمش تخج من الدار لأنه أول ما تخج من الدار تنجم تعمل أكسيدون صحيح علاش علاش هوني سياسة الدولة واضحة سياسة الدولة قتلة كان في مجال الطاقة باش نعمل الكهربة الاستعمالات هذه سياسة واضحة نعم يجب أن نتعو علينا التطبيق يجب أن نجي وتولي الجهات اللي لاها بالتشريع وبالتطبيق يجب أن تقوم بإجراءات التشريع مثلا وقت اللي أنت تشري تروتينات باش تجيبها واحد مواطن في الخارج يجيب تروتينات يخلص عليها قريب مليون أي نعم دونك أنت ستعهوني عمل تعقب والعقب الثانية وقت اللي تشري تروتينات لبنتك ما عندكش المسالك المسالك هوني شنوه لازم السيد المسؤول على التخطيط على المستوى الجهوي نعم نذكر على سبيل الذكر على سبيل الحصم مثلا إدارة التجهيز والبلادية واللاري والألفهاش والغيره وقت اللي تخطط وكل العقارية للسكنة وكل التهذيب وأحياء العمراج على سبيل الذكر وقت اللي أنت تخطط باش تعمل طريق جديد في منطقة البلدية واضح يزم إذا كان اللي ترم دي رفيرانس بتاعه وما فيهم مش بيستيكلاب لما نقبلوه لما نقبلوش يعني يزم عمله على مستوى التشريعات ويزم عمله على مستوى التنفيذ يزم كتدرج المؤشرات المناخية في كل واضح ونعول عليكم في هذا الكل المشكورين جزيل الشكر ونعرف اللي كما قلنا تونس تبوى مراتب ريادية على المستوى البيئي والإيكولوجي من خلال مجهودات الدولة لكن الإشكالية الحاصلة في وعي المواطن وفي المجال التشريعي كما أسلفت القول سيلوتفي خاصة في بعض الأشياء وللحديث بقية شكرا لك سيلوتفي مصدقي المسؤول على الإشراف التختيف والمتابعة في تخفيف الغازات الدفئة بوزارة البيئة مقطع قصير من هذا نغم للفنان زين الحداد ثم نواصل في الاستضافات فقرتنا الأسبوعية الرياضية القارة كل جمعة مع الزميل عزيز منسق البرنامج خالد لعقوب بصباح الفل والياسمين خالد مرحبا بك زياد وكيف متابعي برنامج وسعداء بعودة قوية إلى الميدان الكوتش مختار الترابلسي رانتران قولوا هكا بلغة الكرة رانتران مرحبا بك مختار عايشك مرحبا بك ومرحبا بك خالد ومرحبا بك آخر المستجدات الرياضية وخاصة الكروية صحيح زياد أكيد مش نحكيه على مباراة المؤجلة من الدفعة الثانية للرابط المحترف الأولى لكرة القدم مش نحكيه على المباراة التي تلعبوا تقريبا دفعة هذه المجولة الثانية معناها تلعبت متقطعات الأوصال معناها كما أقول تلعبت تقريبا أربعة دفعات مش نحكيه على الماتشوات التي تلعبوا مثلا البارح البداية بكلاسيكو البطولة مختار الاتحاد المونستيري يضمت جراحه الإفريقية وينتصر على النجم السياحلي بهدف لسفر كيف شرك الاتحاد المونستيري خاصة وإنه نجح في تجاوز الخيبة الإفريقية في المقابل النجم السياحلي هزيمة ثانية تطرح أكثر من تساور صحيحي ديسبسيون بعد الخروج من الكونفيدرير الإفريقية ماكتعرف وقت يتخرج هنا يشنو وتكون الخدمة الكل على البريباريسيون منتال متاع اللاعبين على خطر نعرف الاتحاد المونستيري تعرض المظلمة في المبارات هذيك بشتعود ترجحهم من جديد يعني الكمبيسيون خاصة ماهيش كمبيسيون نبورتكو مع الدربي الساحل اللي هي اللي هي بيدة زادة الشيرش يعني بلالنت رابيت جديدة باش تحب تقلع الريزولتان نتصور انواتحاد المونستير حقيقة كان افضل من نجمة الساحل يعني في مورات البارح شوفنا عودة فيصر الماناي وكذلك اللعب الشاب القنوني اللي ما قد صرش كعبت لكن شوف رولا هناك تحب تحكي عن نجمة الساحل زادة رول نجمة الساحل وقتشوف على مستوى التشكيل فهمها تلاثة لاعبين فقط كانوا بعد برش على الكمبيتسيون شوف باركزمبل مخلص سوسيني هو لدي عمل نميرو سيس اللي تأم بونجور لكن الحقيقة اللي توال مع فادي بنشوق وفيراز بنشوات ومعهم في امتني يعني وراهم في راس غوما الحقيقة ما فاماش اوتوماتيزم وهذا واضح وتحب تبني مشروع ولاني أنا ما نحبش نحكي على المشاريع خطر نحنا مشاريعنا في الانديا هي ريزولتات ريزولتات به تبقى ما فاماش ريزولتاتي واللي المدرب على كف يعني الحقيقة كما قال حتى حمادي الدو في التصريح متاعو قالك سيكان نورالباب نحنا ايه قالك سيكان نورالباب وحاضرين من ايه اختار معنا نتغير سيما ايه ايه هو بيدو ريزولتات تذك ريزولتات مثلا كورة عبار ولكن هنا الحقيقة خطر شوفت يعني برشة من حبينا نرجم الساحلي نقطة استيارة كبيرة صراحة انتقاد كبير يعني الحمادي الدو نقول يزمكم تصبر وان بروجه جديد الملعبية اللي يجيوا بهين لكي يزمهم وقت شوف نجم الساحلي كيفاش يخسر الماتشباجة هي غلطة فرضية مغفران نوالي وكيف كيف حتى البارح يعني الحقيقة البنانتي اللي جابه احمد جفاني متاع المسير فما ذكي كبير كيفاش قصف اللاكس دو كورس لكن حسامة بن علي كان ينجم يتصرف مخير حتى ايضا في لقطة تقريبا وسامة عبيد في السنتراج 8 دقيقة معناها معرفش كيفاش يتعامل الصحي معناها بالراس هذيك الحقيقة معناها انت قداد كبير للعب هذا خاصة صحيحة وسامة عبيد يعني وقت اللي طلع من اللول يعني ناس الكل كانت تغزله بالعين الكبيرة كيف مقولوا لكن انبعد طاح في الرندمو حتى موسم الفيلت لكن نشوف تخيغة 8 دقيقة ضيع فرصة بالراس الحقيقة تبدو سهلة يعني تنجم تحطها في اللونغولوب بوزي وينجم يخرج لتوال واحد واحد ويرجع المورالم تاعه ويحضر مباراة تطوينة اللي بيش تكون نهارة لحد يعني في سوسة نتصور هو الحقيقة بيش من فما ميريت لحد مناسيري كان حاضر فالفترة الكل كان خير هو اللي عمل ديزو بورتنيتي لتوال ما تنجم اشتوه تحكم عليه يزموا واقد دوت روامات شخرين حتى ليفاكتيف يعني والملعبية جدد هذوم يتاقل مو معظم ومبعد نجم ونحكيو على لتوال أما طوال ملعباتنا بش نحكو على لتوال ونحكو على منظومة كروية ولا جموة الكروية في الملعبية هذوم جدد لكل الدخل في لتوال صحيح نمشيوا معناه فريق آخر زياد ومختار معناه نجح في تجاوز الخيبة الافريقية اللي هو الملعب التونسي وينتصر أمام النجم المتلوي بهدف لسفر بو شو نقول بو مكن اللي صار على الستاد مش كيمة المسير لحقيقة بو لكن هما الزوز يتشابوا هون في سبعين دقيقة يعني فقدوا التركيز وخسروا بزوز هدف لسفر لكن مع النجم المتلوي كان خير استاد ويستحق الانتصار متاعه وفي ما عافش أنا شفنا كيفاش وما روهم بعد بلاريتي يعني كيفاش كان وحده في امتصار روهم بعد ترجع لو مروي سجل هدف لسفر وتعرف انتي حتى لي رزولتات ولا تكلها متاع نزيروه تجي مش ترى انتي برشة اهداف يعني في بداية موس نتصور وقت لسجل هدف وتعرف تستحفظ عليه رغم الورقة حامرة متاع زياد برريمة مزيلك يهبط تخذي ورقة صفر كيانك تقرالي في الافكار متاعي مختار تعقيب صغير ونحب تعليق من عندك انتي على اللقطة متاع زياد برريمة اللاعب انتدبو الملعب التونسي قادم من التراج رياضي يقوم تقريبا واسحة بشي نكون صرحة ومناه معناها اللقطة يذولي كانت تفوه بكلام بذيئة وجاه الحكم وبخلاف الورقة الحامرية يذولي زيادة فاما عقوبة تنتظر فيهم من قبل مكتب الرابط الوطني اللي يكون القدم المحترف هو شوف وقت لانتي طه بتروز زياد برريمة ما عندك شكل تنسيون الكبير يهبط بها مكش من لول بشي نقوله تعب خليك تتفوه ولا تعمل دي جيس يعني خارج نطاق الكورة انتي مزيلك يهبط مزيلك يهبطك انتي يقوله مهل كنزاري كيكوتشينك في الفاندرير منيوت يعني بش تعاون الفريق متاعك ووقتي صار هو لك رشاج وصارت هكا والحكم يعني بعدهم على بعضهم وعطاه ورقة سفرة نورما ما انتي لهنا تسكت تبعد والحقيقة زيادة حسين بولاريس برافو بالنسبة لنا نحن نحبه الحكام اللي يكونوا هكا بش كل واحد يحترم نفسه زيادة خطر وقت الحكم حكام قدم مبارات متميزة بتاعة تمهيان مع كلامك اي وقت يكون سارا في القرارات تمتعه رؤوا الملعبية ده وتشد اثنيتها اذا انتي بش تسيب ايضا يفوضى في التيران والحقيقة وانا والله نحب نرجع المات زيادة المستير والليتوال البارح رؤون بعد المبارات رؤوا شفنا لقطات حلوة يعني جواريت السلام على بعضها وهذا المطلوب على خطر قبل المبارات فما تجيش من الوسائل ذي اللي قول فيسبوك نحن اللي مخلنا نستطيع التواصل الاجتماعي الاستماعي لكن نفتقن بعض لما تشوفنا من العبيد السلام على بعضها اليوم زياد برريم هو اللي تحمل مسؤوليته رزمو برليتوالة بالنسبة للساتين جزيع نكملت واحد بليش خطر لربما كانت تتعادل متلوي نجم يتحمل مسؤوليته وتعرف انتي نجم اخسارة ولا باريكزون بتعادل الملعب التونسي وانتي ماشي تتعادل مع الاسبيرانس نهرت لحد يعني الخمسة ونص رؤوا تغير برشة حاجات في مستقبل مدرب زياد صحيح وهيضا نحكيه وعلى التراج الرياضي ايضا بشي يواجه الملعب التونسي معناه في الجولة القادمة مباراة كلاسيك ومباراة نسكولت نجم تنتظرها بحكم الباليه اللي طلع فيه الملعب التونسي صاحب الكأس الاخرانية صحيح انه خرجوا كوادر لكن قاعد يعوض فيهم تعرف انه البروجيه متاع الملعب التونسي ومهر الكنزاري فما ملعبية صغار كما ساجد الفرشيشي كما سميعي كما كادة قديدة اللي قاعدين يلعبوا هذوم وحتى اللي ملعبين حتى اللي زون ترانجير يجي ومهو مش خايبين لكن زموا شوي وقت لكن استاد تونسيان كلاسيكو كلاسيكو ونقول لك أنا استاد تونسيان خرج من مباراة بياجيه ليه ما شير متلوي خاطر زم مباراة وتلعف ويكلوه ما غير جماهير روى مشكل ونعرف جمهور السادك اللي دي ما يدزم على الفريق متاعه أنا أقول لك روى هو انتصار انتصار ثلاثة نقاط وكما قال عماد بن يونس فما كلمة شهيرة قال على البارح في الانترايجون قال لي اللي حبي يتفرج يمشي يتفرج في السيبر ليج ولا في الشامبيز ليج ولا الشيح روى في تونس ما تطالبش يعني المانيير إنه نسكول توجع نتاج روى متصرحة بيش تاخد النتاج باش مبعد تخدم بالكابيتال كونفيونس وتبدأ تحسن بشوي بشوي على مستوى المردود متاع الفريق مختار كلمة في حق فريق النجم المتلوي اللي صراحة المباراة متاع البارح مكنش في نفس الاداء والمردود اللي يقدموا في جول الافتتاحية تقريبا شهر ثاني من دون حتى فرصة تذكر على حارس الملعب التونسي ساميهلاء حتى الملعب التونسي مقدمش مردود كبير بارشا يعني كنت مباراة لحقيقة أقل من متوسطة الملعب التونسي استغل الفرصي تقريبا اللي جاته ماركة منها هدفه وفاز بالثلاثة نقاط صحيح وهذا الملحثين بتاعكم يا زوز يعني شي يدل يدل لان المستوى متقارب الفرق لكل مستوى متقارب تبقى شكون اللي عنده بشي حتك الكورة فما جزي بورتونيتي تجي ولا مثلا فرصة تحطها في الشبكة بيش تتصحفظ عليه يبقى شكون باريكزومبل الحقيقة خارج السر بالترجي بحكم عنده شامبيز ليك سوبر ليك جابة ملعبية على مستوى عالي ونجد لفريقي زادة لحقيقة للملعبية اللي جابهم زادة مع بيتوني قاعدين يخدموا في خدمة باي تحسوا مزوز فرق هذو ما لحقيقة منظمين وبعد برشة على الفرق الأخرى نذكر واللي نجم المتلوي في تحول في الجولة السياسة بشي تحول الجرجيس لي ملاقات الترجل الجرجيس مبارات مش بشي تكون سهلة جرجيس ستة نقاط نعرفه رباح بريزيرف ضد ستان تونيزيون بعد مشي رباح قفصة في قفصة مع ابو جلبي نعرفه أنه بيرينغي ويوسف السنينة هما اللي دوزاتا كون اللي قاعدين يعني يسجلوا في الأهداف جرجيس نشوفه مزل كي طلع مليك دو ولو كانت عنده سولات وجولات فيما سابق يعني في الدولة الممتاز ولا في البطولة المحترفة الأولى عمل بارشة بروجيت بشي تطلع لكن اليوم وقت يطلع يظل جرجيس مش في خلي الفريق متعوها لكن نتصور سيلكون فير ما بور ترزين فيكتوار تخليه لحقيقة بعيد كل البعض نجم يكمل يعني بريحية كبيرة المشوار اللي هو فيه طب صحيح من الترجيس نمشي والشقيق والأكبر الترجي رياضي تونسي الترجي والعلام الكامل من زوز مباراة ستة نقاط جوز نحب نسألك مختار كيف شريت أداء الترجي رياضي خاصة في ذل غياب نجمه الأول الجزائري يوسف لبليلي باو شوف الترجي يانساس لبليلي هم اللي قاعدين يعملوا في الفيرق ديريرمون حتى الفريق دي كداه اللي العب ضده ورباح ثمانية واختي سحق شعطي ثمانية عطاها الترجي ثمانية لكن نرجع طويل لنشوفه على مستوى التشكيلة فانتقادية كبيرة الكاردوزو خنقولوها ونعودوها يعني على مستوى التشكيل خاصة على مستوى وسط الميدان والتخمة الكبيرة متع اللاعبين يتناجم انتي هذيك الفورماسيون تهبطها ضد الأهلي في الأهلي تهبطها ضد سانداوز سانداوز يعني تكون متحفظ لكن انتي الهنية سمحني وقت اللي بيش تكون تلعب خالي نقولو على الورق انتي مع الفرق هذو ما كنت نتصور انا بريكزومبل غاية الوهاي بأكسيالة مع حمس الجلسي يهبط بوغرة وهذو ما ترتح بوغرة ايضا كان يناجم يكون بديل معناها اليوسف لبليلي مثلا صحيح لكن انتي كي تصر اصرارا انه دربال يناجم يلعب لك انجو وردو كل وارف ولا ما نجمش ما نجمش يكون على ذلك الانتقادات اللي صارت انه عنده فيك تيفريش هو كان طالب بانتدابات اليوم ما تقعدش الترجي تقعد تلوج على العجوة انديفديويل بيش تستنى اي انصاص حتى يعمل لك دريبل ويحطيه في شبكة ولا تخلق يعني جمل تخلق فرص تخلق مثلا برنامج ولا تقولو نحنا دي سيركوية بريفرونسية العلميين على اليسار ويكون انجو كولك تيفلي ترجي تنجم تنجم تمشي بيه لكن شوف انا دي مقولة ونعاودها على كردوز واني راجع الافكار متاعه الكونسبت اللي عنده ما يتمشيش معلم لعبية اللي عنده مخلينا يقولك رو الترجي مستقبلا ما كوينا لعب جنوب افريقي اللي هو سولي سيتي المنتخب وتوجي ونجم يقول بليلي زي دا مطالبة كبيرة في الجميع الجزارية بشيرجع معا بمميش معا ما نعرفش انا مريح معا تقاه بش تكون فما سولي سيتي برش على مساوي سيبر ليج شامبيينز ليج المنتخب التونس شنو بش تعمل انت وقت او الترجي جاي في جوان بش يلعب كلا كاس العالم الانديا يعني الهنية الملعبية هذو مش يوقف تلعب كل ثلاثة يامات الوليات متاحة كاس العالم الانديا في الوليات متاحة يجبك ترتاحهم ويكي بش ترتاحهم مش كون بش يهبط بش يهبط بش يهبط مثلا غيثة الواهي بش يهبط حمزة جلاسي على خطر ما تنساش وديما ديما نقول انا المكاشخين تغشوا علي رأي الترجي خرجت مع قرقنا وخرجت مع مساكن وقت اللي كانت تعاول على اللاعبين الاجانب وقت اللي خرجوا الاجانب ملقاش لسورة سويمانة متاحها ولادها بش يهزوها فاكل ما تشاهد هذوكم ولذا يلزم لبروجيت دو كلوب متاع سيد حمدين مدب متاع الفريق انه ما فيها باس وقت اللي غلط كردوز وعود رجع بو قره ما فيها باس كي بتراجع زادة غيث الوهابي على مستوى الفريق هذو مملاعبية ولاده ترجي البارح غيث الوهابي كان كابتين في اليكيب ناسيونال جينيور في الارجنطين كان يلعب تيتيلور ضد الويداد وصندانز وليوم ما هوش موجود زادة الحقيقة هذي بارانتز باش نقول لك راو كردوزو مش اي مدرب محترف تجي تقولوا هاك الانفات حمد تعال الفريق لا لا يا اخويا راكم قابل النقد كما نسكل كما المدربين الكل علش المدرب التونسي انه قدوه ويلزم يسمع المدرب زادة حتى ليجي زادة من البرارة وزادة موش ناقص راو كذالي غالط يزم الهيئات وقفة يلزم الاف الاروات هذوكم اللي يخو فيهم معناها يتحمل مسؤوليته زادة معناها انه يكون في مستوى هيك الفلوس اللي يا اخوهم طبعا هذا هو في نفس الاطارة انا بشنخالفه شوية عبد الرحمن كونتي واللاعب هذي معناه يقدم فيه اداء متميز كل ما استنجد به كردوزو والبارح البداية كانت باول هدف ليه مع مسيرته في التراجر ياضي هذا بشي وريك اللي كردوزو غالط الكاستينج بتاعه كان غالط الملاعب هذي الناس كل اللي حكينا عليه ملاعب فلتك وراويه الحقيق اذا مكي تبني مستقبل الوسطى متاع التراجي تحط كونتي ومعها شكون هذا الجوهر اللي يستنى فيها التراجر يال الحقيقة الهدف اللي يسجلوا يعني فكر كبير يعني كونسيب التكنيك كيفاش يخرج هو سيتانجور درواتية كيفاش يعني يدخل للزوماتر يعني يتحكم في عصابه ثلاثة ملاعبية قدامه مسلمين يراوغ لول يراوغ الثاني يجيب شاذر بالكورة يلقى فاما ايكرون يزيد يبعد شوية بعد يحطها باليسار ملاعبية كيفناك معه الرولاسيون اللي عنده ما بين الوسط والهجوم واللي ينده واللي دريبل الحقيقة هذي يجب يكون تيتولور هذي عاود درجة على الكاردوز والكاستينج اللي عملوا مباراة سليمين كانت غالطة على مستوى التشكيلة كان غالط ارزمون ترجي عاود صلح دوزيان ميتان هو في اول في الشوت في الثلاثين دقيقة خرج هبط يوسف العبدالي يقول انه هنا ترجي اليوم غلط لكن في مباراة متاع سوبر ليجو شميز موش يغلط عنده افكتيف باي معلي ترجي يختار كونسابت اللي يتماشى مع الفريق هذيك كلمة على مستقبل سليمان زوز هزيم في زوز جولات لكن جابة ملعبية باهين وسليمان عمل برشا مشاكل للترجي رادي توس مو سهل وسليمان ننتظروه يعني مستقبلا بشيكون خير من هكا خطر فاما زوز ملعبية نروا بريزيليين ملعبوش ضد الترجي نتصور مباراة صعيبة نعرف المباراة هذه حتى نادي البنزارتي متشبث بالانتجاه هذه لكن المباراة نتصورها صعيبة برشا إذا دخلوا الدول بريزيليين صحيح نبقى وزياد ومختار مع المباراة المؤجلة من قربها نمشي والسفاقس نادي السفاقسي ويحقق أول انتصار ليه في البطول نعود ونحكي مع الإلكساندر سانتوس المدرب البرتغالي اللي كان يريني في بيترو كان بفكر آخر يعني ديما عنده جاي بفكر نرمامون كيفاش تعمل التشكيل متاعك تشوف الكباسيتي وتعمل التشكيل كان يعرف ثلاثة لاعبين محور اليوم بدل يعني ولا ديفون ساكات يعني دو زاكسيور لاتر درجوش وبدل كي بدل على أقل اسفاقس كانت خير خطر انتقادات كبيرة زاد على المدربة دي في اسفاقس لكن شوف نتصور انه فما زاد مشكلة كبيرة على مستوى بركات الحميدي ويوسف بشا اللي كانوا هومة الملاعبية اللي هزين اسفاقس يعني في الموسم فات ما هومش موجودين هذو ما ملاعبية من عرش كان ياس وهم كنا هميديون دورو يعني سرطان مامون فانت يوسف بشا اليوم ما هوش موجود بركات الحميدي مش موجود رو مش معقول الملاعبية كيفان هكا وقت ليجيه فكر أوروبي قولك ما حاش تيجبهم ولا ديليسي هنازم تدخل من محمد سليم بن عاثمين المدير الرياضي ولا الادارة كيفاش تعاود تلقى حل مع المدرب بش يعودهم هذو ما ملاعبية رو ما ما تخلقوش ديما رو ملاعبية كيفاناك ولذلك هي ريزلتاء بيهن اسفاقسي هدف كان بصعوبة أمين الحبوب اللي عبت يعني دوزين ميتان وسجل هدف هذا انتصار بش عالاقل يركح شوي الجو حملة الانتقادات عليكساندر سانتوس لكن شوف وقت لي بنعود نحكي قولوا رو برو جي سبورتيف رو مشروع رياضي يلزم شوية وحتى حد ما يصبر على المشروع الرياضي في تونس النجم كل النجم يخرج الكريس نادي يقول لك لي عندي مشروع المشروع رو بش تكون فريق رو النتاج نجم تكون شملول تكون شيخو الضحية هو المدرب بش يخرج إذا عندك مشروع وتعرف أنه المدرب هذي قاعد يخدم في خدمة باية نجم تصبر عليه حتى تكون نتاج يعني متذبذب ولا مش باية نجم تصبر عليه وتخليه خطر أنت في قناعتك أنه هو باية وبيس تحصل نفسه لأسف ما زلت معناش التقاليد في تونس إلى حد الآن معناها بعد ثمانية وستين سنة استقلال وبطولة رسمية نعرفه أليكس بيرجوسون قداش من عام معناها في نفس الجمعية جيروا رقم القياسي العالمي أشو ثلاثين سنة معنات ما زلنا أنا أحنا كما العادة كما الكرة الهاوية مدرب يعمل نتيجة سلبية فتنصب عليه السهم من كل جهة وربما حتى يقال معناها من الماتشلوت سعيح الوكوتينيان هذي هو الوكوتينيان دون ماتشن يزولنا نبدل شوف المشكلة أنه ما يسبر عليك حد هناك لجمهير وصفحات وكل شيء هيري ولي تأخذ قرارت أكثر من الأنف وبالنسبة لأتحاد بنجردين خبرنا نسقوها بكل احتراز خمتظر التأكيد ياسي العبيد الكاتب العام للأتحاد بنجردين كان قدم الاستقالة متاعه ونستنى التأكيد والتوضيح من الإدارة متاع الاتحاد بنجردين هذا بالنسبة للمباراة المؤجلة زياد معناها في البطولة جولة ثانية كان نعطيكم ترتيب تقريبا رباعي في الصدارة بستة نقاط وهما النادي الإفريقي الترجرياضي وشقيقه الترجل الجرجيسي والأولمبي البيجي في المركز لولي بستة نقاط ثنائي في المركز الخامس وهما النادي سفيقسي والاتحاد المونستيري أربع نقاط ورباعي في المركز السابع وهما الملعب التونسي شبابة العمران مرتحات تطوين ونجم المتلوي بثلاثة نقاط ثنائي في المركز 11 وهما مستقبل قابس ونادي البنزارتي بنقطة يتيمة ورباعي متذيل الترتيب وهما النجم السيحلي وقواف القفصة ومستقبل السليمين واتحاد بنجردين نعطيكم برنامج إن شاء الله مباريات الجولة الثالثة اللي بيش تلعب ما بين السبت ولا حد إن شاء الله هذا البرنامج نهار السبت ماضي ثلاثة شبابة العمران النادي سفيقسي منقولة على القناة الوطنية الأولى النادي البنزارتي مستقبل سليمان القوف الرياضية بقبسة النادي الإفريقي منقولة على الوطنية الثانية نهار لحد أربع مباريات بشدور الساعة الثالثة اللي هما النجم الساحلي واتحاد تطوين على القناة الوطنية الأولى مستقبل الجابس الاتحاد المونستيري الوطنية الثانية الترجل الجيرجيسي النجم الساحلي اتحاد بن جردان والأولان بلباجي ومع الخمسة ونصف ان شاء الله الترجل الرياضي في الدربة الصغير بش يجمعه بالملعب التونسي بش ينقل على التلفزة الوطنية نعم خالد مختار أمامنا برنامج النقل التلفزي مثلش نعودوها تعميما للفايدة لأنه جماهير الرياضية دائما تبع بامتباه الوطنية الأولى والثانية نقل التلفزي نقل التلفزي لوحة الأخيرة نعم لأنه شفنا في اللوحات الفارتة اللي هي جميلة وآنيقة ومخدمة بالجداء يعطي مصحة زملاء في العالمية إذن برنامج النقل التلفزي لو سمحتم دائما نصر الأخيرة لنقل التلفزي لنقل مباراة تطوين نعم أمامنا على الشاشة شبيبة العمران هرسل كما قلنا ما تلاثة مع النادي سفاقسي منقول على الوطنية الأولى الثانية الثانية القانية الوطنية الثانية بشتنقل مباراة قواف القفصة والنادي الإفريقي نعم سبت أيضا ماضي ثلاثة نهار لحد ماضي ثلاثة أيضا النجم الساحلي واتحاد تطوين القانية الوطنية الثانية ستنقل مباراة مستقبل قابس والاتحاد المونستيري والخمسة ونص نهار لحد إن شاء الله أتنى الجرازي الملعب التونسي شكرا لكم يعطيكم الصحة نتلقى إن شاء الله في مواعيل قادمة رياضية وكروية وإن شاء الله نتيج فرقنا في البطولات الإفريقية تكون أفضل مزرعنا ممثل وحيد هو الترجي رياضي زوز نادي سفير في الكاف إن شاء الله القرعة عملية القرعة شدور نهار سبعة كبيرة إن شاء الله ترجي في الشامبيونز ليج ونادي سفير في الكاف مع تمنيات من مزيد طوفيق ونجاح لرياضة تونسية في شتى المجالات وكيفة الإختصاصات مشكور جزيل الشكر الكوتش مختار ترابلسي أيضا خالد يعطيك ألف صحة على مجهودتك المبدولة طيلة الأسبوع مش كان الفقرة الرياضية مشكورين كافة الزملاء اللي وقفوا معنا وقفة رجل واحد وسيدة واحدة طيلة الأسبوع شكرا لكم على حصن المتابعة والانتباه بقيت مشاهدة طيبة وممتع لبرامج القناة الوطنية الأولى عطلة نهاية أسبوع مريحة للجميع جمعة طيبة مباركة تلتقون إيناس العمري الاثنين المقبل في سباح الفل ولياسمين رحم الله شوه دا لبنان وفلسطين ونسرقات لا محالة موسيقى 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 اشتركوا في القناة